إذن بداية ساعتنا الثانية مع الفقرة الطبية لهذا الصباح نتحدث عن الأطفال الانتقائيين حيث تعاني العديد من الأمهات من أطفالهم كونهم يفضلون أطعمة معينة على غيرها هذا الأمر يؤدي إلى عدم حصول الطفل على كافة العناصر الغذائية للحديث أكثر عن موضوعنا لهذا الصباح نرحب بإخصائية التغذية زينب بخاري صباح الخير زينب صباح الورد أهلاً أهلاً أصدر فيك الحمد لله يلا إحنا ما نكون أول ناس بعيدوا عليك بما أنه لا سنرى منهم بعد العيد فكل عام وإنتي بخير وأنتي بألف خير والأم الإسلامية كلها بخير وإنتي بصحة وسلام يا رب يعني أعتقد كنا صغير كنا أطفال انتقائيين يعني نوعاً ما فحبنا نعرف للمشاهدين شو يعني طفل انتقائي تمام أهلاً الطفل الانتقائي أو الانتقائي للأطفال هو عبارة عن حالة فسيولوجية تصيب الأطفال ليس حالة مرضية زي ما بعض الأمهات يفكرون وهذه الحالة بتصيب الطفل بالعمر من بعد السنة الأولى يعني عمر من سنة إلى ثلاث سنوات اللي هي بهاي الفترة بيكون اسم الطفل أطفال دارجين نحن عنا في السنة الأولى من العمر بيكون فيه تطور كثير سريع بيكون فيه عندي نمو كثير سريع اكتساب وزن كمان برضه سريع يعني وزن الطفل بتضاعف ضعفين في السنة الأولى في السنة الثانية لأ بصير فيه النمو طبعه بتباطع واحتياجاته كمان الغذائية بتتباطع مثلا خلني بس أنوه لموضوع الوزن الطفل بنولد فرضا على وزن ثلاثة كيلو جرام في نهاية السنة الأولى لازم يكون الضعف ضعفين بالتالي حيكون تسعة كيلو بالسنة الثانية ممكن يزيد اثنين كيلو بالكثير فبتصفي إن الأم عمالها عم بيتقارن ما بين الطفل وزنه بالسنة الثانية مع السنة الأولى وما ننسى كمان ان طفل بالسنة الثانية بدأ عمال عم بيتحرك صار طفل دارج صار عمال عم بيركز فبالتالي صار كتير صعب إنه يقعد لحتى يتناول رجبة طعام وحدة يعني جلوسه على المائدة مع أقرانه بتصفي صعبة ليس زي الطفل لما كان عمره أقل من سنة نعم ما يجلس يتمشى أو العب في الميت بالضبط سيكون عم بيركز ويتناول الطعام وعنده تجربة جديدة يعني عنده شغلات جديدة بيستكشفها في الحياة ما يستكشف في البيت كمان اللي موجود فيه أكيد هذا يمكن أن يكون أحد الأسباب اللي أنت تكلمت على نحن نعرف بقية الأسباب التي تجعل الطفل أن يصير انتقائي الأسباب الغالبة على هذا الموضوع هو أن يكون عند الطفل خوف من المشهول فأن الطفل عماله يمكن أن تعرض لتجربة الطعام هذه التجربة كانت شوي سيئة له الطعام كان غير مستساغ سبب له شوية قلم فبالتالي صف في عنده خوف من أن يجرب أصناف طعام جديدة صف طفل انتقائي يحب الطفل يتناول الأطعمة التي يعرفها وهو مقلوف له هذا واحد من الأسباب السبب الثاني ممكن يكون أنه عدم اكتمال نمو العضلات الخاصة بالمضغ عند الطفل لساته الطفل نحن نعرف أن يكون صغير عمري يعني فوق السنة سنة وشوية مش كل عضلاته بتكون يكتمل نموها وبعض الأطعمة بتكون غير مستساغلة إليه وغير قادر أنه يمضوها الشغلة الثالثة ممكن كمان كتير تأثر على الطفل أنه نحن عنا مرحلة تسنين هلأ في السنة الثانية من العمر يعني ممكن للطفل يكون خلال السنة الأولى مثلاً طلع سن سنين أربعة ستة بالكثير في السنة الثانية لازم يكتمل كل الأسنان الطواحين والأنياب الآن ألم الأسنان بحد ذاته بسبب أن الطفل مو قادر أن يأكل يعني إحنا نتخيل حالنا نحط حالنا محل الطفل أنا في عندي ألم في مثلاً طاحون أو في سن معين أنا رح أرفض أن يأكل لأنه عمالي عم بعان من الألم فهذا الشيء يجعل الطفل أن يصبح عنده شوية انتقائية بالطعام وأن يرفض بعض أصناف الطعام أو بعض أشكال الطعام يعني في هذه المرحلة يمكن أن يفضل أن يأكل شيء سائل على أن يأكل أشياء صلبة نعم طبع ما هو سلوك الطفل الانتقائي؟ بالعادة السلوك الطفل الانتقائي يمكن أن نصنفه لشغلتين أو سيمتين رسميات السيمة الأولى سلوك الطفل اليوم يأكل صنف معين من الطعام يعني من الفطور للعشاء الطفل فقط راغب بهذا الصنف مثل صنف خضار صنف فواكه بطاطا ساندوش معين بطاطا بطاطا مقلية هاي مفضلة فطور غدا عشاء سناك طول لوقات بدون بطاطا مظبوط الثاني يوم سيغير الطفل سيكون لديه مزاجية في الطعام في الانتقاء الطعام سيحصل مثلا مش حابب بيأكل هذا الصنف بيأكل صنف تاني هذا الأشي لازم الأم شوي يعني زي ما نقول أنها تكون متعارف عندها بحيف أنها تكون متأقلمة معه هذا السلوك الأول السلوك الثاني أنه ممكن الطفل في اليوم أكل ثلاث وجبات كاملة وأكل كمان برضوش بصغير سناك وأموره تمام الأم حسن أنه أخذ كل إحتاجاته الغذائية ثاني يوم نظرا لمزاجية الطفل في هذه المرحلة يمكن أن يأكله بوحدة على طول النهار والأم يتوتر على هذا الموضوع فضروري تعرف الأم أنه هؤلاء السلوك هم أكثر سلوك شائعين بخصوص الأطفال الانتقائيين نعم طيب إذا الأم حب أنها تخلي عيالها يعني يأكله أي أكل تجيبه كما قلوا عندنا مدلة الموجودة في البيت أشتيم يأكل أمنا فكيف نستطيع أن نساعد هذه المرحلة مع أطفالها؟ أكيد لازم الأم تختار تعمل كثير شغلات يعني من البداية لازم الأم تشجع الطفل على أنه يأكل يكون التشجيع فيه ترغيب فيه وصف للطعام مش تشجيع إذا أنت أكلت هذا الصنف أنا رح أعطيك مثلا شوكولاتة أو شيء من بعض الأنواع الحلويات أو شيء مثلك لا أنا بدي أعرف كيف أشجع الطفل بدي أعرف كيف أختار الوقت المناسب للطفل لحتى أن يأكل الطعام يعني ما يكون الطفل صحي من النوم يتنكد أكيد بحيرفض أنه يأكل يكون الطفل مزاجه يتلقم لأنه يكون هذا هو وقت مناسب لحتى أن يقدم له الطعام المناسب هذا بدي الطفل بحب يشارك في إعداد الطعام فضروري الأم تخليه في بعض الوجبات أن يشارك يعملها وبطبيعة الطفل أنه هو اجتماعي ما بحب يأكل لحاله وبتلاحظ الأم كثير هذا الحكي على الأطفال بترتيب الأطفال طفل الأول بيكون لحاله في البيت فبالتالي يكون أكله يكون انتقائي وأكله خفيف الطفل الثاني بيكون فيه طفل الأخو أو أخته الأكبر منه فبالتالي يأكله سوا فإذا كانت الأم يتعاني من هذا الموضوع ضروري تقعد هي على المائدة هي والأب مع الطفل أو تشارك الطفل في الطعام مع أطفال آخرين في طرق تاني لتقديم الطعام زي مثلا إحنا نقدم الطعام بشكل ألوان نلفت نظر الطفل نحكيله حتى لو كان طفل اللي ساته ما بيحكي لكن الطفل الذكي يبقى هذه الشغلات لونه أصفر لونه أخضر لونه أحمر نقدم بطريقة معينة مثلا لما عمان نقسم الطعام نربطه مع الشغلات موجودة في الحياة مثل فرضا الموز نقطع لأطع صغيرة لدوائر نقول له مثلا هذه تشبه عجلات السيارة التي هي لعبة موجودة في كل البيوت نعم التفاح نقطع على شكل أقمار نقول له هذا تشبه الأمر الموجود في السماء الطفل الأكراح سيكون يربطها هذا الشيء فبالتالي يتشجع أن يأكل مثلا الأفوكادون نقول له أنه يشبه القارب بحيث أنه نحط جواته بعد ما نقيم البذرة نحط مثلا شغلات موجودة فبالتالي الطفل يصير يتشجع مكعبات الجبنة تشبه مكعبات الليغو هذه الشغلات وطرق التقديم كثير تتحكم بأن الطفل يصير فيك الآن يعني كثير كرياتيفتي أو يعني أفكار خلاقة لحتى بتقديم الطعام بشوف بعد الأمهات يعني حتى باللونش بوكس لما ببعتوه على المدرسة مع الأولاد فيه طريقة لتحضير السندويشة طريقة لوضع الممكن الفواكي بشكل معين حتى بالصحة نفسه ترسم له وجه مبتسم ممكن كتير بأسفل له بيد مقلي مع وجه مبتسم ففعليا أنا رح أكلها مش الطفل إذا قدمت إلي هذه الوجبة ففعليا طريقة التقديم وإضافة بعض اللمسات المبتكرة على هذه الصحون حتى يأكلوا كل شي بتقدمه الأم بالنهاية حتى زي ما قلتلك مشاركة الطفل بإعداد الطعام هلا الأطفال بطبيعتهم مثلا بيحب أن يغمسوا يعني يكون عندهم الطعام على شكل أصابع هذا شيء كتير مهم للطفل لأن الطفل في هذه المرحلة بسموها مرحلة فاموية بيكون عمال عم بيلتقد كل شيء بيحطه جوه تمو فعلى ما أنا بقدم له على شكل مثلا أصابع خيار أصابع جزر مجرد أن الطفل قادر يمسكها ويحطها في تمو هذا شيء كتير بيساعده موضوع أن الطفل يغمس يعني أنا يكون في عندي هريسة مثلا الحمص أو اللبنة أو حتى لو كان مربأ أو صلصة بندورة تغميس الطريقة هاي بحدها تكتير بتشجع الأطفال فهم بتشجعوا أنهم يأكلوا هذا الأشي لما الطفل بيشارك الطفل بيحب كمان أنه يفرد يعني بحب مثلا يحشي الساندوش أنه يفتح الخبزة يمسك شيء زي سائل ويفرده بالمعلقة هذه مجرد موضوع الفرد رح يساعد الطفل بأنه يتناول الطعام بيحس أنه يحضر حقه الوجه من النفس بيحس حال أنه أنجز شيء فبالتالي هذا الساندوش اللي هو يعمله حتى لو كان وصخ وعمل شغلات كثيرة في المطبخ بس معلش هو يحضر وهو حياكله تكون الأم واثقة من هذا الأشي ممكن بيصادف في أكثر من عائدة يمكن حتى في عائلتنا موجود أنه في معانا طفل مثلا ما يأكلش أبدا أو يأكل كميات قليلة جدا وبالمقرنة في معانا طفل آخر يأكل ما شاء الله إذا أنت قلت له بس قوم أو لا يجلس أكل أبدا كيف يمكن الأمهات التصرفين معهم أو كيف يمكن تتعامل معهم؟ أكيد الأم اللي بيأكل ابنها كثير منيح ليس رحح نقل إحنا أبدا في هذا الموضوع لكن الأم اللي بيكون فيها عند طفلها وجبات قليلة وهو طفل انتقائي رح تقلع لما بنحسب إحنا الإحدياجات الغذائية للطفل أو أدي أكل أنا ما بحسب للطفل الانتقائي في يوم أنا بحسب له عامدة أسبوع زي ما قلنا السلوك تبعه أنه اليوم أكل صنف معين بكرة غير بعده أكل ثلاث وجبات رابع يوم يمكن ما أكل غير وجبه وحده الطفل بعمر من سنة إلى ثلاث سنين بحتاج من ألف لألف وثلاثم سعر حراري يوميا أنا ما بحسب له يوم أنا بحسب على مدى سبع أيام مدى سبع أيام الطفل غطى كل الإحتياجات الغذائية تبعته والسعرات الحرارية اللازمة بتكون أمره تمام ولو الأم تتبع هاي الوسيلة مع أي حدا مسهل حاب إنه ساعدك أخصائي التغذية بتكون أمورها إن شاء الله تمام نعم طب كيف بتأثر انتقائية الأطفال على صحتهم يعني الأطفال بيأكلوا بس أنواع معينة وفي أنواع كتير ما بيأكلوها كيف بتأثروا؟ حلأ أنا بقدر أعمل استبدال يعني يعني في بعض الأمهات مثلا بتركز أنا عسبي المثال على صنف معين هذا الصنف كتير مهم أوكي زي عسبي المثال مثلا البيض أنا لازم ابني كل يوم أو 3 إلى 4 مرات في الأسبوع يأكل بيضة البيض ذو قيمة غذائية كتير عالية بس إذا الطفل ما حبه أنا بإمكاني أني أستبدله بشغلات تانية فحلو أن الأم تجرب الاستبدال تجربه خلال إنه تتبدل بالمجموعات الغذائية يعني أنا الطفل مثلا ما أكل صنف معين بقدر أعطي صنف فواكي تاني ما أكل صنف خضار برضو بعطي صنف تاني ما ننسى أن الطفل عماله عم بتعرف على الدنيا وعم بتعرف على الأكل فعنده ميزاجية بالطعام بس الأسبوع هذا بيحب هذا الصنف وبيكره صنف معين الأسبوع الجاي رح يصير يجربه رح يقبل أنه يجربه رح يقبل أنه يأخذ أصناف جديدة جميل جدا مع التشجيع والشغلات اللي زيك هاي كتير بتساعد كمان طيب حين وكم في تساؤل كان يفرضنا سألتك من أول ولكن في حالة نتي تكلمتين أن الأم لازم تحاولنا تعامل مع ابنها بلوطفونا تحاول تزين له الوجبة عشان يقدر يأكلها وعشان يتأكل مع الموضوع يعني نقدر نقول أنه بيتطور الطفل يصبح فعلا انتقائي ويرفض أي أكل بعدين ممكن تتضاعف المشكلة تتضاعف إذا الأم أجبرته على صنف معين من الطعام إذا مثلا الأم ظلت عمالها مجبرة الطفل على هذا الصنف رح يسبب كره لطعام هذا فبالتالي يمكن أن الطفل يضل فترة أنه ما يأكله لكن إذا الأم ما أجبرته حطت الأكل في متناول يده بتكون الأمور تماما نعم يعني في بعض النساء على فكرة في بعض الأمهات عادة تتعاملين مع أطفال أنه لما تجوع تعلي أنا لا أحقك إذا جعت تعال كل ليس فضيات في الأطفال لا يحدث لكن هناك شيء آخر يمكن أن نفعلها الأطفال حجمهم صغير فأنا لابد أن يكون فيه عنده الطاولة على مستوى والكرسي الذي يقعد فيه الطفل أيضا يكون مناسب لحجمه الطعام ينحط على بصينية أو بصحل يتقدم الطعام لكن يكون هذا الصحل فيه متناول إيد الطفل يعني على طاولة صغيرة بحيث أن الطفل عماله يركض ويتمشى في البيت يكون هناك متناول إيده الطعام يمكن أن يأخذ لقمة أو قطعة ويكمل ركض في البيت هناك أيضا سؤال مهم جدا أطفال الأم نفسها أو الأم والأب حين هم نفسهم يكونوا انتقائيين كيف يؤثر هذا أيضا على أطفالهم؟ صح لأنه سيؤثر لأن الطفل يرى الأم والأب ما يضعون على السفرة وما يأكلون فإذا الأم والأب أكلوا كل الأصناف سيتعلم منهم لأنهم القدولة له سيكمل أكل إذا الأم والأب سيستفتوا بعد الأصناف من المائدة الطعام نفس الشيء أصناف لا تفوت البيت ممكن إذا أصناف مفيدة نقول لا يجب أن نفوتها أصناف غير مفيدة مثل الشبس مثل أنواع الحلويات أو الأشياء غنية في السعرات الحرارية ولكن لا يوجد قيمة غذائية لا يوجد مشكلة أكيد ولكن نركز على أكيد الأصناف الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية كنا تكلمنا من قبل مكانت الشيف معنا موجودة الشيف تهاني كنا تتكلمت عن طرق كثيرة تحاول تعمل فيها الواجبات مثل تضيف الشوفان تضيف مكسرات تضيف قيمة غذائية تضيف قيمة غذائية بدون أن يشعروا فحبين منك نصائح في الآخر في نهاية الفقرة تقدمنا نصائح للنساء كما يمكن أن يجبين واجبات فيها قيمة غذائية مفيدة للطفل لكي ينموا بسرعة بطريقة مسلية أكيد قبل أن نتحدث عن هذه النصيحة أريد أنصح الأمهات كما قلنا كما قلنا لا سماح أنه موضوع أنه يجب أن يكون الطعام في متناول إيد الطفل الطفل الذي قاعد لحتى يأكل يجب أن يكونوا رجلين ملابسين للأرض هذا يشعر بالثبات لا يكون الطفل على كرسي عالي لا يكونوا رجلين حرين الحركة لأن هذا يجعل الطفل عماله مستعدة للحركة أكثر يشعر أنه محبوس بالضبط ليس فقط يشعر أنه محبوس يصبح أن الطفل قاعد على سطول يصبح يلف يلعب يبطل أن يأكل وهو قاعد على الكرسير الصغير والرجلين ملابسين للأرض يصبح لديه ثباتية يصبح أنه ينجز ويأكل الطعام بفترة زمنية قصيرة الأم يجب أن تكون بصراحة ريلاكس يعني لا تتوتر كثير من هذا الموضوع الطفل إذا افطر الصبح الرز يأتي بأن يفطر الرز عادي إذا الفطور خلّه عشاء والعشاء خلّه غدا والغدا خلّه فطور يعني لا نتحك نحن لا نظل نحن نركزين على موضوع أنه هذا الصنف يجب أن يكون بهذا الوقت ضروري نركز على أن الأطفال في هذا العمر يأكلوا سناكات سناكات متعددة ليس وجبة كبيرة يعني يمكن أن يأكل الطفل خمسة أو ستة وجبات في اليوم نعم حلّا كقيمة غذائية طبعا لازم أن تعمل مثل زيادة قيمة غذائية للأكل تضيف الشوفان تستخدم الحبوب الكاملة تحاول مثلا تعمل فرضا أنه الأكل لو كان على شكل سائل مثل سموثي أو عصائر أو كوكتير تضيف له الحليب تضيف له البن الرايب هذه الأشياء تجعل الأكل كاسي بحجم معين ولكن تكون قيمة الغذائية عالية أو أنصحي تكون قيمة الغذائية عالية بحيث أن مادة الطفل لها حجم معين أنا لا أريد أن أعبيها أشياء سوائل كثيرة أريد أن أعبيها أشياء في قيمة الغذائية منيحة نعم شكرا لك خصائية التغذية زينة ببخاري على تواجدك وعلى كل هذه المعلومات عن أطفال الانتقائيين ويسعد صباحي وصباحي شكرا لك شكرا لك العافية